اشتركوا في القناة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أمة محمد إن هذا اليوم يوم إيد يوم سعادة وبهجة ويوم سرور وفرحة يوم عظيم افترض الله عز وجل عليكم افطارة وحرم الله عز وجل عليكم صيامة فهذا يوم سعادة وسرور فعليكم أن تتصافحوا وعليكم أن تتصالحوا وعليكم أن تتباسموا فإنه ما من مسلمان يلتقيان فيتصافحان إلا وتناثرة الزنوب تراحموا وتهادوا تحابوا كما قال حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نحن في أيام مباركات إنها أيام عيد الفطر وإنه لا بأس من اللهو واللعب لا بأس من اللهو المباح وهانذا بين أيديكم جئت لأهنئكم على الصيام جئت لأهنئكم على القيام جئت لأهنئكم على تلاوة القرآن جئت لأقول لكم بأعلى صوت تقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح الأعمال فعلينا أن ننسى ما بيننا من بغض وأن ننسى ما بيننا من كراهية وعلينا أن نتحاب ونتصالح وأن نتصافى في هذا اليوم الطيب وفي هذا اليوم المبارك فإنه ما من المسلمان يلتقيان فيتصافحان إلا وتناثرة الزنوب وها أنا من مكاني أريد أن أنادي على الدنيا كلها أريد أن أنادي على العالم كله أريد أن أقول لهم يا من تقولون بأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تفرح ولا تنهو ولا تلعب ها نحن في يوم عيدنا نفرح وننهو ونلعب فافرحوا يا أهل الإسلام افرحوا يا أهل الإسلام افرحوا يا أمة محمد فهذا أمر قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اليوم ذكر لله ويوم فضل وبركة ويوم الحمد لله ويوم تكبير فقولوا جميعا الله أكبر فلقد جئت اليوم جئت لأهنيكم على الصيام جئت لأهنيكم على القرآن جئت لأهنيكم على القيام جئت لأهنيكم على الأعمال الصالحات أطوبى لمن غفر الله له فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم انصر إخوانا للمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخوانا للمجاهدين في فلسطين اللهم عليك باليهود المناعين اللهم عليك باليهود المناعين اللهم عليك باليهود المناعين اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم في فلسطين راية اللهم فرق شملهم اللهم اكسر رميهم اللهم اكسر رميهم اللهم حدر المسجد الأقصى من اليهود المناعين اللهم اجعل يوم عيدنا القادم في الأقصى إن شاء الله اللهم اجعل عيدنا القادم في الأقصى إن شاء الله وأسأل ربي جل جلاله أن يجعل ما قلناه وما ذكرناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين